استعرض مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي مقترحا من وزارة النقل بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها وخلال استعرض المقترح قرر مجلس الوزراء أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات والجهات المعنية بحيث تتولى هذه اللجنة تنظيم عملية منح الترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة والذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسؤولة الأول والأخير عن إصدار الترخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل حتى يتسنى المحاسبة عن أي مخالفة أو إهمال في هذا الشأن